مرحبا انت من سنة 83 وانت ليك دهور كبير جدا سواء منتخب مصر او النادي الاهل انت لابت في النادي الاهل واسبتت نفسك وحققت بطولات كتيرة جدا على مستوى افريقيا على مستوى المحلي سواء كاس او بطولات عربية او سوبر عربي انضمت لي كابتن جوهر يضمك لمنتخب مصر لمسافر كاس العالم في اطالة سنة التسعين جات ازاي ضمت جي ازاي او انت مين اللي بلغك او مين اللي قالك او كابتن جوهر يتكلمك او انت كان حسيت ازاي ان انت ممكن تبقى اساسي في مصر الناس دي هو الكابتن انا نعبت الامم افريقيا انتو خدتو 86 انا كنتش معاكم فيها 88 استمر مايكل سميس وانا روحت معاه لها الامم الافريقية الالعاب الافريقية الامم لا لا الامم 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 88 ايو كان فيها بلاها الالعاب في كينيا تقريبا لا دي ما حضرتو اه لا انتو خدتو بطولة امم افريقيا 86 ايوه وكان مايكل سميس وكان كابتن شيحتة الله ارحمه كابتن شيحتة وكابتن طاها وكابتن حسن مختار بعد كده جي بقى بدال كابتن شيحتة كابتن احمد رفعط ايوه وكان مع مايكل سميس 88 في المغرب الامم الافريقية اللي في المغرب دي انا روحت العبت معاهم فيها كنت موجود فيها ساعتها الكاميرو ان هي اللي خدت البطولة كان روجي ميلا 88 اول مارجعنا من البطولة جي كابتن محمود الجهري بعد ما اخسرنا البطولة دي 88 اتولى هو منتخب مصر اتولى منتخب مصر اه لكي سبع كده بوركينا فاسو هو لا ده 98 98 اه 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 جي تولى قبل كاس العالم يعني ايوه جي تولى المهمة وضميني للمجموعة الاولى اللي كانت عمل لها اول معسكر للاعداد لتصفيات كاس العالم وكاس العالم تسعيد ايوه ايوه ان بياخدكم في جمعية احمد وعرابل تطلعوا التابة ايوه 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 كان ساعتها ضم 23-24 لعب انا كنت فيه وعدت معاه فترة الراجب وفترة بدر وفترة بدر بدر الظلم ان هو مسافرش كاس العالم هو فترة سنتين اللي هي التصفيات والكاس العالم من 88 اه ناس كتير تضمت وخرجت ودخلت ما كانش فيه دورة عام بقى دورة لغة ساعتها لا هو لغة على اخر سنة مش سنة 88 للغة هو لغة اللي هو اللي قبل ما يروح كاس العالم قبل ما يروح كاس العالم مش الكامل ما تشكو الدية كتير ايوه اللي هو 89-90 ايوه اللي حصل انه اه ضمت معاه في اول معسكر واعدت فترة اه في المعسكرات الاولى بعد كده انا جالي اه 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 اعملت عملية فتء في عضلات البط مرتين في الناحية اليمين وناحية الشمال كانت الفترة دي من اسوأ الفترات اللي مرت علي اللي هو مسلم 89-89 اه اه او 89-90 قبل يعني الفترة دي كده اللي هي قبل كاس العالم واعدت في العمليتين الفتء دولت حوالي سبع او ثمان شهور اه اه طبعا ما كنتش بشارك بقى ولا بلعب ابتدت التصفيات كاس العالم والعيبة ابتدت تلعب اه التصفيات انا ما كنت ساعتها في العملية يعني عملت في الفترة دي هل انت كنت فقد الامل ان اخوك ان تلحق الناس زي اه لان الوقت كان ازف الوقت كان ازف وانا قعدت فترة ياخدني احس بقلم اروح يستبعدني بس هو مسته انه لما كان بيباحات الدمار بيصمم على الاحد بتملي يتابعه يعني كان مثلا كل فترة يتابعني اه الاخبار مش عارف ايه لغات لما سافرت المانيا النادي الاهلي صفرني المانيا وروحت عملت عملية في التانية ورجعت ابتدت قبل كاس العالم بحوالي مثلا ثلاث شهور او اربعة شهور ابتدت ارجع لعب تاني بصفة رسمية مع النادي الاهلي كان فيه كاس الاتحاد بديل كاس اله بديل الدوري اللي هو واتلغى ساعتها ابتدت هلعب وكمان كنا مشاركين في بطولة افريقيا اه انا فاكر كويس جدا كنا بنلعب الاتحاد الليبي وكسبنا هنا خمسة صفر وروحنا كسبنا هناك ثلاثة صفر وانا جبت جنب فيهم في الماتش الاولان اللي هنا هو بقى حس بيك وشافك وكويس كان ناقص حوالي مثلا شهرين ونص او شهرين على كاس العالم كلمك ساعت اهو قالك ايه بقى قال لي اسامة خلاص انت بقيت كويس وكده وهتتضم للمعسكر الجاي هل الكابتن جوهري لما كلمك بمعنى ان الكابتن جوهري كان بيحب اوي اللعيب اللي هو ملتزم المدافع الكويس اوي عشان كده هو كان بيلعب مدافع اوي وبيهتم بيعتمد على الهجمات المرتدة هل ده كان سلوبه؟ هو كابتن جوهري يعني اه اتظلم في بعض الحاجات وممكن نختلف معه في بعض الحاجات لكن في المجمل هو اه كان عنده اه رؤية بتسبق الناس في حاجات يعني هو اولا كان يحب جدا اللعيبة اللي بتنفزله المهام اللي في الملعب اه وده في العالم كله على فكرة يعني حتة التكتيج ده والخطط النوع الخططية يعني هو كان بيهتم بيها اوي وبتفصيلاتها يعني يعني اه اه يهتم انك زي تعفت هاجم زي تعفت دافع اه ازاي تلعب على الناس اللي قدامك ازاي يغير تكتيك ازاي فهو مش في كل وقت على فكرة وده القماشة اللي كانت عنده اللعبين هينك مصبوط ومش في كل وقت على فكرة هو كان بيلعب مدافع بمعنى دبعا لابا احنا كنا بنلعب في افريقيا مصبوط انتو الجيل الاثنين وثمانين لما كان بيلعب معاه في افريقيا كنتو بتكسبوه هنا اتنين صفر هناك ولازم نكسب اربعة هنا كابتن جاري من بداية الماتش وكان باش حن اللعب اكواس اوي كان باش حن كواس اوي بنلزل عايزين ناكل النجيلة فهو كنا بنلعب برس على ضغط على فرق فجي نقلوا علينا واحد اتنين ثلاث اربعة فاول جاي جول ثابت الكرة خبطت مش عارف مين ودخل الجول فانا امتقيل الخطيب والمختار هنرجع نص الملعب اول هفتايم كسبنا اتنين واحد وتاني هفتايم جبنا جوليل كسبنا اربعة واحنا بين الشوطين فبقول له كابتن جاري ها هتعاستقول ايه قال لي اقول ايه اللي انتو عملتوه ده انا مقدرش اقول احنا من نفسينا هو كان بديك حرية كمان في الملعب حسب الامكانيات بتاعت العيبة اللي موجودة في الملعب مضبوط فانا اقصد ان فيه ماتشات كتيرة كابتن جاري حتى مسيكنا في الدوري او مسيكو انتو في افريقيا في السنة اللي هاتنين وتمانين ماتشات كتيرة في السكور وماتشات كلها كانت هجومية لكن هو شايف انه مستوى الكورة المصرية ساعتها سنة التسعين بالنسبة للكورة اللي موجودة مكانش اه فهتلاعب انت فرق بتلاعب هولندا بتلاعب ايرلندا بتلاعب انجلكيرا كانوا اش الموضوع بعيد المسافة بعيدة ما بتشوفش انت زي الدوريات دلوقتي احنا بنزهق وجربها بدول وقتها كلاما جربها في ماتشات قوية جدا مورات ودية مصبوط مع لعب مع رومانيا كتير رومانيا وكولومبيا وسكوتلاندا واليابان وسكوتلاندا اه يعني لف كان بينفذ نفس الطريقة اللي هو كان هيلعب بيها اه فالامور ما كانتش متاحة زي دلوقتي انك انت بنزهق من كتر الماتشات اللي بنشوفها يعني الدوري الاسباني الدوري الالماني الدوري الانجليين ما كانش متاح ان اي حد يشوف اي حاجة اه المنتخبات بنشوف تصفيات على طول بنشوفها السوشيال ميديا والاعلام عمتا والقنوات زادت جدا والفرجة بقت كتير يعني حتى يعني زمان احنا في انا نتكلم مثلا الاجيال اللي سبقتنا في الستينات والخمسينات الكلام ده او بعد حتى في السبعينات لا كان اللي يجيب مباراة مباراة كان الكابت محمد لطيفي يجيب دوري الانجليزي او اللي يجيب تدريبة زي الكابتن مثلا عبدالله عشاء الله يرحمه يسافر عشان يتعلم ويجيب مثلا جملتين تك خططيين ولا بتاعك كانت حاجة تعتبر يبقى عدل محيط اه لكن دلوقتي كل حاجة متشافة وكل حاجة موجودة وكل حاجة عنيت فالامور ما كانتش متاحة بالنسبة له كده طب هل أنت كنت موجود مع الفرقة اه في الماتش المباراة اللي احنا تأهلنا فيها لا لا ما حضرتش التصفيات خالص انا نهائي كل ده كنت انا في الاصابة بتاعت الفتء اللي عملتوا في عضلات البط اعدت بقولك 8 شهور بعيدة عن الكورة طيب انت لعبت اول مباراة اللينا مع اولندا؟ لا كنت احتياطي كنت احتياطي اه لعبت المباراة التانية بتاعت تانية اولندا كلها وبعد المباراة الانجلترة كنت احتياطي فأنا كون ان انا كل الناس دي اللي هو الفترة دي الزميل اللي كانوا موجودين تشكيل المنتخب تكون في الماتشات التصفيات وشكل الفرقة بقت معروفة ان انا خش متأخر كده والعب مباراة كاملة واعد مباراة الانجلتين الكلام ده يعني معناه ان انا لو كنت سليم قبل التصفيات وكده كنت هلعب كتير كنت هلعب كتير معه مباراة ايرلندا اللي احنا لعبناها هي المباراة التانية احنا عادلنا واحد واحد مع هولندا مباراة تانية مع ايرلندا سفر سفر بعض الناس قالك ان الكابتن جهري كان بيلعب بطريقة دفاعية صرف وبش عايز حتى يتقدم على نص الملعب لا هو هو الاسلوب بتاع المباراة تفرض علينا هو انت انت اول مباراة انت عارف لو ترتيب المبارايات كان عكس يعني انجلترا خسرنا واحد صرف عين ايرلندا وبعدين هنا بهولندا بالشكل الحلو ده اه كان ناس اتبسطت جدا لو تعديلت في انجلترا كنت دخلت اه هو اللي حصل انه 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 المباراة الاولى مع هولندا اولا كانت هولندا المرشح الاول لكاس العالم لانه كانت واخده بطولة اه قابليها امم اوروبا الجيل بتاع فان باستن وكومن وخلت والمجموع دي اه كانوا واخدين امم اوروبية وكانهم مرشحين الاول فلما لعبنا احنا ضدهم اولا مهما كان لما مصر بالنسبة لهم ما كانتش معلومة بالدرجة ما كانتش محتوطة في الحسبان اه يعني من نسبة لهم فرقة افريقية بتيجي وبتشاركوا الكلام ده فهم برضو تفاجئوا بفرقة وعندهم لعيبة تكتيكيا في الملعب ومعدين سيبيل لك مساحات ده مكسب لهولندا ان يتعابلوا المباراة دي لما تيجي تفرج على المباراة نفسها اللعيبة المصرية الكاس وامل عبد الحميد وحسام عملوا مباراة العمر ورمزي وكله كلهم اه لانه كنت معاك وانا في ناكل وربيع اه بقى احد قاعد موجود اكل شارب نايم عملوا مباراة حالواجد طبعا طيب فاللي حصل انه انه المباراة دي لما تقعد بالشكل ده وهولندا برضو مش مدياك حجمك وفي مساحات وكده لعبنا حلوة قوي اللي حصل انه الفرق التانية خلت بالا منك ايرلندا استعدت بقى وعرفت كويس اه حفظتك وبقت شافتك على ولعبوه متعب قوي وبعدين بقى ايرلندا لعبوه كل كور متشعلقة متشعلقة وعنيف كلها احتكاكات قوية جدا فهو الاسلوب اتفرض عليك هو مش حكاية ان الكابتن جوار قال لنا انتو دفعوا لان هو الاسلوب يتفرض عليك في المالة وبعدين ايرلندا حطت في دماغها حاجة هي لو ما كذبتش مصر كان عندها المطش الاخير هولندا عن هما برا وفعل عند الله حصل عشان كده عشان كده جاكي شارلتون ها زعل جدا بعد المباراة ولكن اللي بلعبوهش كهورة ده بش عارف ايه لانه هو حاس انه هيخرج برا كاس العالم فبيسبق فهو لو ما كانش هيكسب مصر هيكسب مين فلعبوا بعنف قوي وكلها التحامات وقوة وكده فالمطش تفرض عليه الشكل ده بس احنا دلوقت لما نيجي نشوف حتى في اتكاس العالم او امم اوروبا او امم افريقية ايطاليا بكسب تكاس العالم كده بطرقية في ناس بيلعبوا دفاع اكتر من كابتن جاري بعد 25 سنة اسبانيا اطاليا دالعبهم كده بكل المنتخبات الاوروبية دلوقت والعالمية هي البرازيل كده بتكاس العالم ازاي اعتمد انها تدافع كويس وبعد كده تهاجم يعني انا نقصد ان بقت في فرق دلوقت احنا شوف الفين ودخلين على اتنين وعشرين وهو كان بلعب تسعين ومصر بعيدة دلوقت في فرق تلعب بقريب من الشكل بتاعه لكن هو تظلم في الموضوع ده لا هو ما تظلمش كابت يجرب صراحة لا تظلم في الموضوع ان اتخذت عليه انه هو المدرب دي فعلاء دي مش حقيقة مش حقيقة